وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أيضا في تفسير علي بن إبراهيم عن شهاب ابن عبد ربه قال سمعت الصادق أبا عبد الله يقول يا شهاب نحن شجرة النبوة نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة يا شهاب نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ونحن عهد الله وذمته ونحن ودائع الله وحجته كنا أنوارا صفوفا حول العرش هذا في مرتبة من مراتبهم وإلا فالعرش من نورهم كنا أنوارا صفوفا حول العرش نسبح الله فتسبح الملائكة وتسبحنا إلى أن هبطنا إلى الأرض فسبحنا فسبح أهل الأرض بتسبيحنا وهذا ليس هو الهبوط لتبليغ الرسالة هذا هبوط هذه الأرض التي إذا حجب عنها لطف الإمام ساخت فسبحنا فسبح أهل الأرض بتسبيحنا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون هذا قول صادقهم صلوات الله عليه والقرآن هنا يقول وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وما منا إلا له مقاما معلوم المقام المعلوم مقام محمد وآل محمد ومن غيره قل لي بربك من غيرهم أنت يا من تعرف محمدا وآل محمد وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ولا زال الكلام كلام صادقهم فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله وهذا هو التوحيد وهذا هو التوحيد على أتم صوره فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله عز وجل وذمته ومن خفر ذمتنا خفر الذمة خفرها يعني غطاها يعني من نقض العهد ومن خفر ذمتنا فقد خفر ذمة الله عز وجل وعهده وهذا هو التوحيد وهذا هو الكفر التوحيد بكل معنى فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله عز وجل وذمته ومن خفر ذمتنا فهذا الكفر بكل معنى فقد خفر ذمة الله عز وجل وعهده جدا ترجمة نانسي قنقر